السلام عليكم متابعين الأعزاء لماذا النساء أكثر أهل النار؟ وهل قد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لكن قبل أن نبدأ مشاهدين الكرام ندعوكم للاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات فلنبدأ على بركة الله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء هن أكثر أهل النار فعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء وأما سبب ذلك فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن الجواب فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ففي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامت من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامت من دخلها النساء وقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء إلى الاستغفار والتصدق بسبب كثرة الآثام التي يرتكبنها وبالأخص آثام اللسان والتي تودي بهن إلى النار روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ومن أعظم كفران النعم أن تبيت المرأة في بيت زوجها وتأكل من كسبه وتلبس من ماله وتلوذ بحماء فضلا من الكماليات التي يوفرها لها ثم تتنكر له وتذمه وترى أنه لا فضل له عليها وفوق هذا أنها ربما سخرت منه في مجالس النساء أو ذمته ووصفته بما ليس فيه وهذا سبب من أسباب دخول النار كما في الأحاديث السابقة وفي حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده إليهن بالسلام فقال إياكن وكفران المنعمين إياكن وكفران المنعمين قالت امرأة يا رسول الله أعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله قال بلى إن إحدى كن تطول أيمتها ويطول تعنيسها ثم يزوجها الله البعل ويفيدها الولد وقرة العين ثم تغضب الغضبة فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خير قط فذلك من كفران نعم الله عز وجل وذلك من كفران المنعمين ما هي صفات نساء أهل النار من صفاتهم سلاطة اللسان وإيذاء الآخرين من الزوج وأهله والأقارب والأصحاب والجيران فلا يكاد أحد يسلم من كلماتها النارية والكل يحذرها ويداريها اتقاء لشرها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن فلانة فذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار ومن أفعالها المشينة نقل الكلام بين الناس لغرض الإفساد والإيقاع بينهم والفرح بذلك قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام ومن أفعالها المشينة أيضا تعمد الكذب ونقل الشائعات والحرص على تتبع عورات الناس والتدخل في أسرارهم قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن العبد لا يتحر الكذب حتى يكتب كذابة وخصال المرأة التي من أهل النار كثيرة وأفعالها السيئة متنوعة وكلها تدور حول معاني الظلم والأنانية والجشع والحقد والحسد والشهوة المذمومة هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز المشاهد لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله